إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ومن عداوة هؤلاء أنكم أيها المؤمنون إن نزل بكم أمر حسن من نصر على الأعداء وغنيمة وألفة ومحبة بين المؤمنين ظهرت عليهم الكآبة والحزن وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا وابتهجوا بذلك فما السبيل يا رب مع أمثال هؤلاء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أجل لا سبيل لنا إلا بالصبر والتقوا والصبر في اللغة هو الحبس والمنع أما الصبر في الشرع فهو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة أما التقوا فهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وبالصبر والتقوا نتغلب على هؤلاء بإذن الله لا يضركم كيدهم شيئا ومعنى الكيد التدبير في خفاء ولا يضركم مكرهم بل يجعل الله مكرهم في نحورهم والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد محيط بعلمه وقدرته وسيجازيهم على ذلك فهل نحن منتهون عن اتخاذ أمثال هؤلاء أصفياء نعم انتهينا يا رب إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط